البداية اليوم سوف تكون مختلفة لا تضع كل أحلامك في شخص واحد ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم فليس الكون هو ما ترى عيناك لا تنتظر حبيبا باعك وانتظر ذوءا جديدا يمكن أن يتسلل إلى قلبك الحزين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي معكم أخ محمد زيندين من الجزائر كما تعرفوني زينو أم أش دي مع لكم غير تديروا لايك تشتركوا في القناة وتبرتجيروا فيديو خاصة المقطع اللي كانت في البداية إذا ما أثرت فيكم وإذا ما كنتم أنتم في نفس حال الكلام الذي قلته ما لكم إلا بتنزيل المقطع وتحميله وقطع هذا المقطع ونشره في الإنستغرام مع اسمي ويعني راح نكون شاكر لكم فاسكر رانا في حملة توصيل زينو أم أش دي إلى 100 ألف مشتري اليوم حدث ليس كباقي الأحداث اللي راني نقولها في قناتي لأنه هذه الأيام رانا مركزين نوعا ما عن الراپين آخرين لأنه راهم يخدموا الراپرز راهم يخرجوا أغاني آخرين ولكن يوم أمس حتى الرجاء وقام بلعب مباراة مصيرية ضد النادي الإسماعيلي ضمن بطولة العرب يعني في تسميتها على حسما تقيد كأس العرب ولا بطولة العرب ولا شيء من هذا القبيل نادي الرجاء ونادي القلب يعني لابد علينا أن نشهدوه لابد علينا أن نشوفوه لابد علينا أن نشجعوه لذلك اليوم سوف نشاهد مباراة الرجاء ضد النادي الإسماعيلي ما عليكم إلا بربط حزيمتكم ومشاهدة الفيديو حتى النهاية ما تنسوش فعلوا جرس التنبيهات اشتركوا في القناة وبرتاجوا لجميع اللي ببرتاجوا فيديو اليوم يبرتاجوا الفيديو باش يدعمني لجميع اللي يدير لايك اليوم يدير لايك لجميع اللي يعلق اليوم يعلق هذا فقط من أجدام زينوها ماشدي يلا شاهدوا مباراة الرجاء ويا ناس ما زال ما بعثتوا ليش قميص الرجاء العنوان موجود في الديسكريبشن بوكس بزاف ناس يسكسوا في التعليقات ورهوا عنوان باش نرسلوا لك قميص الرجاء العنوان موجود في الديسكريبشن بوكس قميص الرجاء فقط ولا خلوني حتى كي نجي المغرب ونشريه أنا وحدي معلش كاين ربي سبحان يا ربي عكشان واحد اثنين ثلاثة يلا ولا بد لكم تعرفوا بأنه زينوها ماشدي حارس مرمى اليوم رح نفرض المباراة بقفازات الحارس كأس الزيدي لندي ربطة والا حارس المرمى ديروا لايك هاي كورة مصرية بوم رحيمي 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 هو من سجل يعني في النهاية الافريقي رحيمي رايا وخرج مدرسة الرجاء ماذا يحدث يا أزال مشاهدين هاي بيني يا رايا خروج حارس المرمى خروج حارس المرمى دريف وضعي التسلل عذروني يعني اليوم سوف أكون في حراسة المرمى من الجزيرة انبوت خطير يالله يالله هاي للدفاع رجاء يعني اشتقتلهم لعبهم يعني منذ النهاية ما شاهدتهمش والناس ليتسائل القفازات يعني زينو ومعشدي مركزوا في كورة القدم وواحرس المرمى يعني باش تعرفوا حافظي رحيمي بعيدة رحيمي رحيمي للمرضى الثانية في عشرة دقيق رايضية كورات من أمام المرمى يعني بتسديدات نوعا ما يكونوا قوية ولكن ما يكونواش مركزين ولكن أحسن من لشاء تمرأة ربيني ممتازة لاني هاي قال المؤلق بانه حافظي تحسوا بانه بلاي ستيشن وبحقيقة يعني التمرأة كانت رائع انعود كورة بايضح وووووووينم مان هذا رحيمي من جديد مشي رحيمي ولكن جميلة 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 ح daqui 何ذب nose وحارس المرمى اسماعيل النورمى موحوا معühr السيط ولكن مشي هو اللي رابي لعب على حسب معلوماتي يعني وثقافتي في كرة القدم اوه يا مابيدي مابيدي ما الذي تفعله مقصية كانت بعيدة دخيله معيله وكانت في المرمى ليكا الكنترول بوم على طريقة كابتن ماجد الكرة بينية اوه ملايح ملايح الرجاة ملايح الحد الان 17 دقيقة كل الفرص رجاوية كل الفرص للاجرات والكرة خطيرة لا حذري ورب يستر ومرت الكرة الجانبية والله العظيم بما انك تكون يعني في ازمة عاطفية ولا تكون يعني مجروح وتفرج الرجاء تنسى كل شي يعني بصراحة تنسى كل شي هيل 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 الرجويين هيلين ينسوك في يعني بنفس الشي ونفس الشعور اللي نحسه عند مشاهد منوديات الجزائر والمتخب الوطني الجزائري بصراحة يعني تحسب انك تنسى كل شي وتابع اللعب وتابع اللعبين وتابع أدريلالين والشيء اللي اضافي عند جماعير عند نادي الرجاء والمرودية هو الجماعير والصور اللي تصنحها الجماعير كرة هيلة خطيرة والاستيماتة من حارس المرمى هاذو حراس المرمى اللي نحتاجون في المنتخبات الوطنية ليك الاستيماتة ليك ليك على طريقة زينوها ماشدي ليك الحارس بوم كافح بكل ما عنده من قوة وكان ممكن انه يصاب بإصابة اختارة وتمنوا انه ما يكونش اصاب لانه حارس الرجاء هاك المايكروفون ما عرفش كيفاش ندين نشده اليوم بسبب القفازات وما عنديش عادة اني نشدهم ولا ندير بهم فيديو هووووو حارس المرمى يدخل ممتاز ممتاز هذا الفرص يعني هيرحي ما رحت جبلك اهداف وحتى يعني بح تكون يعني فعال في نادي الرجاء ولم يكون عندك تأثير ممتاز أتكلم عن الحارس الموالق يعني هذا الحارس يعوض الحارس رح ننزح القفازات مره اتجالي بي اتجالي عزيزي المشاهدين انا طريقة حبيث دراجي كان عطال الكوركا على طريقة أسيستا ها مدية يعني بدون قفازات رح تكون احسن لانه مرناش في عرضية الميدان انا نزعت القفازات وكانت تكون اخطيرة على حالي سمر الرجوي لا تخفون عليه كما قال حبيث دراجي كنتم خايفون عليها في مباراة الجزائر ضد انجلتراف في كاثل عام 2010 في كانت اول مباراة لريس وابن بولحي هتعود كرة رجوي يا شرف يا انسيت اسمك يا شريفي رحيمي بليطو ذري والاستيماعة الدفاعية ممتازة تغطية الدفاعية ممتازة وركنية خطيرة والدفاع الرجاء يعني بسم الله من شاء الله على دفاعه يعني عنده تغطية دفاعية قوية وتلعب له دور كبير في تصدي الهجمات وفي ايقاف الهجمات المرتدة وخذاري كالركنيات الاخرية والكورات ثبتة لتشكل خطورة كبيرة على حارس المرمى هاو حسني عبدربو للأب مع كل أجيال المتخب المصري منذ سنة 1795 قبل الميلاد حسني عبدربو واللعبين المصريين مشهورين بلعبهم يعني المدة طويلة كورة زكريا حدرف زكريا حدرف رشيد جدا يعني لابد علينا نجوله تحية يا زكريا حدرف من الجزائر تحية خالصة يلا رجوية اوه 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 مرة الجانبية مرة الجانبية زكريا حدرف والدفاع يدخل هذه الكرة السابقة بطولة زايد حدرف مرة أخرى التوزيع ريام بالمليمتر والاستماتة من حارس المرمى ممتاز لابد الإنسان يكون عنده روح رياضية كيشوف شيء جديد من الفريق الأدفرسير مش شيء جديد وانا ما يكون شيء يمليح يعني وجهة تحية بكل بساطة والله الجماهير الرجوية حاضرين مع النادي وخاصة بيما أنه يلعب ضد نادي الإسماعيل المصري ونادي عنده خبرة ونادي عنده يعني أسمه عندما تسمع الإسماعيل المصري ويقرأ ويتثني بوم بعيدة بعيدة كل البعدة معليش معليش المحاولة أحسن من لا شيء يعني كتكون تطلع بدفاعك وتسجل وتحاول تسجيل بلوتو مش تسجل وتلعب كأول دفاع هو الهجوم يعني شيء إيجابي هذا حد رف توزيع ترتطين في القيم آي 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 هذا اللعب اللي عنده مستقبل كبير رحمي هذا عنده مستقبل كبير إن شاء الله بسم الله ما شاء الله عليه رح يسجل تاريخ المتخب المغربي وعندي إحساس لأنك تشوف الحمكة الهجومية اللي عنده وتشوف الإرادة وتشوف الرغبة الكبيرة اللي عنده تحس بأنه عنده يعني عنده بوتنسيال وعنده إمكانيات وعنده رغبة في مشي في في الأموال وإنما في وضع بصمته في كورة القدم نتمنى لك توفيق يا صديقي مرّة اسماعيل سهلة جدا حسني عبد ربو كورة قوية يا رايا والهدف الاول للرجاء هدفه اخيرا هدف اول للرجاء هدف اول للرجاء كنت متكلم على القفازات وقلت لكم بنيا حراس المرمى يضاع الفارق ليك ضربة الجزاء كيفاش دار صوت عليها حرس الرجاء ليك ليك بوم طرد الامي هذا طريقة مانوانيوير على طريقة جاورويجي بوفون ما شاء الله بسم الله ليك 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 شوفوا معايا شوفي معايا سيدتي شوف معايا سيدي ليك البراد ليك البراد نعود نشوف البراد للمرميان نعود نشوف البراد ليك 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 بوم هاي التحية خالصة ليك يا حرس المرمى مكاش خوف وكينة رعدة وقلب اسد ارتماء كبيرة وبراد راية واحتفال اروع هاي الهاي للبراد بوم يعني كيتشوف حرس المرمى يجبت للك الجزاء مثل هذه اي 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 تحسب واحد الرغبة في الدخول الارضية الملعب تحسب واحد الرغبة في اس ممتاز ممتاز بسم الله ما شاء الله عليك وصرخة الابطال بعد الارثماء هاي كورة رجوية وفي الشباكة الداخلية كورة اخرى الاسماعيل السجل اوه كاديش بده الحارس ويكون بطلة المباراة من دون منازع مبروك من الجزائر التآهل للدول المقبل في بطولة زايد للاندية العربية اشكركم على حسن المشاهدة والاسغاء ما تنسوش ديروا لايك بارتاجيو نلتقي في فيديو القادم شير وماكسيموم ان شاء الله نصو مئة الف في الايام القريبة القادمة ان شاء الله peace out ladies and gentlemen السلام عليكم